اكدت سعادة السيدة امنة بنت احمد الرميحي وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني ان قطاع السكن الاجتماعي بمملكة البحرين يحظى باهتمام ورعاية كبيرة من جلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه ويأتي في مقدمة اولويات برامج الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله واضافت الوزيرة ان التوجه الملكي السامي المنجز بتوفير اربعين الف وحدة سكنية سيظل يمثل علامة مضيئة في المسيرة الاسكانية بعد النجاح في توفير الاف الوحدات السكنية للمواطنين بمختلف محافظات المملكة جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها سعادة السيد ستيفن هولي نائب رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا والوفد المرافق له لمدينة سلمان رافقته فيها سعادة وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني حيث استعرضت الوزيرة الرميحي تاريخ المملكة في بناء المدن الاسكانية والذي يمثل ركيزة اساسية في خطط توفير الخدمات الاسكانية للمواطنين وأشرت الوزيرة إلى أن مدينة سلمان تمثل النموذج العصري لرؤية حكومة مملكة البحرين في بناء مجتمعات عمرانية جديدة مؤكدة استعداد وزارة الاسكان والتخطيط العمراني لتبادل الخبرات مع جمهورية سلوفاكيا في مجال السكن الاجتماعي في ظل علاقة الصداقة التي تجمع البلدين الصديقين أقدر بشدة هذه الزيارة إلى مدينة سلمان أريد أن أشكر حكومة مملكة البحرين على منح هذه الفرصة لزيارة هذه المدينة الرائعة لقد قمتم بعمل رائع هنا المنازل تمتاز بجودة عالية وهي تتجاوز معايير الاسكان بالنسبة للعائلات الأوروبية أنا مندهش بالفعل اشتركوا في القناة